طبعا بعض العلماء اتكلموا هو السحر حقيقة ام لا طبعا السحر موجود ما لا ينكر لكن هو حقيقة ولا تخيل لان الآية تقول سحروا اعين الناس الحقيقة كما هي العصر لم تتغير هي عصر ولكن يتغير عيون الناس سحروا اعين الناس وفي الآية الأخرى يخيلوا اليه من سحرهم يخيلوا يعني هي مش كده يخيلوا اليه من سحرهم انها تسعى فهي لا تسعى على الحقيقة ولكن تخيل سحروا اعين الناس وقال بعض العلماء بل على حقيقتها لهؤلاء الناس واذا خلاف نعم بالفعل لكن لابد ان ندرك ايضا في مفاهيم القانون ان السحر من عمل الشياطين فبالتالي لا يمكن ان يوجد سحر الا بعلاقة مع الشياطين من الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فظلهم ويفترون يا اخواني كما قلت السحر ليس اعمالا سفلية فقط لكنه تزيين الباطل وتزوير الواقع وخدمة لأهداف شياطين انس والجن فلابد ان ندرك هذا مؤكدا وندرك ان اهل السحر والكهنة لا يمكن ان يفلحوا في الدنيا ولا في الاخيرة بناء على ما مضى ندرك ان السحر ليس من يقوم بعقد الاعمال والاستعانة بمرضة الجن فقط ولكنه كل من يزيين للناس الباطل ويغويهم الى طريق الشيطان قد يكونوا اعلاميا او سياسيا او شيخا الى اخيرة فهؤلاء سحرة وعليهم تدور احكام السحر وقوانين السحر